المليون بالنسبة له ولا حاجة بيركب أحدث عربيات ونقل من أصوان لمدينتي وعنده في كل بنك حساب كل ده في كام شهر بس مش كده وبس ده البنات بتجري وراه ده حتى الداعمين بيتخنقوا عليه وبيبعتوله ملايين كان ملازم شرطة واتفصل وحياته تقلبت في يوم وليلة وبقى معاه الفلوس والبنات زي الرز يا ترى حكاية محمد شاكر المشهور بشاكر فارس تيك توك وإسر الفلوس اللي ظهرت عليه مرة وحدة شاكر عنده 28 سنة دخل كلية هندسة وكان من أشطر الناس فيها في يوم وليلة حاول لكلية الشرطة فرح فرحة كبيرة قوي بس يا فرحة ما تمت بعد أول ترقية لي من شغله شاكر ظهر في فيديو من فرح واحد صاحبه لما كان ملازم والمزيع قال له يا سيادة الرائد وفخم فيه وكان بين عليه إنه فرحان قوي في حياته فرح قوي بلقب رائد اللي قاله له المزيع بس شاكر بعد الفيديو ده ساب الشرطة للسبب غامض محدش قدر يوصل له في مجموعة من الناس ظهروا بأكاونتات معينة وقالوا إنه ساعد في تهريب عملية معينة وعمل نفسه مشايف وقال نمالي مجموعة تانية بيقولوا إنه قدم استقلته لكن معظم الناس بيقولوا إنه عمل حدسة موت وطلع إصابة ناس كتير شاتبت فيه وفكرته إنه كده انتهى بس شاكر ما وقعش وكان بيفكر إزاي ينجح وما يختصرش على مجال واحد لأنه قد كتير قوي في مجال سابه في يوم شاكر الكل شاهد له إنه كان ماسك أسوان ماسكة من حديد وكان من أكفأ وأشطر الضباط لدرجة إنه حكى إنه ما كانش بينزل أجازات ولا يشوف أهله بتلت واربع شهور شاكر كانت ظروفه متوسطة زي أغلبنا بس وسمته جابت له الفلوس لحد عنده بقى يفتح لايف على تيك توك والبنات تجري وراه والهدية تجيله من كل مكان لدرجة إنهم بيعيطوا وبيقولوا إنهم عاوزين يتجوزوا شاكر وحتى اللي بتطلع قدامه في لايف تقيلة ومسكة نفسها أول ما بتقفل معاه بتبعت له وتعيط له لدرجة إنه في بنت اسمها الشريهان بتطلع مسكة صورته وتشغل أغاني رومانسية وتقول قلوله إن أنا بحبه وعايزاه في الحلال مونا فاروق طلعت معاه وخلته يجري لما قالت له كلام حلو وقال إنه عايزين مني إيه وطلع يجري شاكر الشاب الوحيد اللي الداعمين بدوعه خلاية وأجانب ومن ضمنهم واحدة طلعت تقوله يخرب بيت جمالك ارحمنا انت بجد مش طبيعي وبيحصل أكتر من كده كمان بس هو قال أنا عمري معرف أي واحدة سرقها مش كويس أخري مع كل بنت هو لايف بعدها مفيش حاجة تاني يوم أفكر أتجوز مش هقبل إن أمراتي تظهر لحد غيري أو الحاجة تهمني أخلاقها وبس شاكر عامل جدل كبير جدا بين كل اللي بيشوفه وبيقوله إنه أوسم من أحمد عايزه من الشباب اللي بتطلع تيك توك واللي بيسأله إزاي ننجح زيك ويبقى معين فلوس ده حتى طلبة السنوية العامة بيبعتوله علشان ينصحهم وفعلا بيقولهم نصيحه وابدأوا من دلوقتي وما تستنوش حد علشان ما تندموش على الوقت اللي عدى انقذ ما يمكن انقاذه وإن في فرص مش هتتعوض شاكر عامل كده وهو عنده 28 سنة قلنا بقى سروتك كام وعندك كام سنة ومنشن لصحبك الوسيم يمكن يلاقي بنت الحلال هنا